بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سؤال من احد احباء المتابعين سيد معتصم نجال بسألني كيفية اخراج عنصر بلون الاصلي وباقي المشهد يكون بلون غري او لون ويت الامر جدا سهل و بسيط في عندي هالمشهد وهذا المشهد كورونا وحنتبق ان شاء الله على كورونا وعلى فيري اهتباع صليته على رسول الله فالان حدخل على قائمة ترندرينج الخاصة بالكورونا كليك عليه وشوف منظره الطبيعي او شكله الطبيعي اثناء الرندر هذا الرندر الخاص بكورونا طبعا ممكن نعدل ونعمل اضاءات اكثر ونفتحه اكثر انا محتاج بس هذا البد يكون بلونه الاصلي والباقي بلون مختلف الامر سهل وبسيط بداية هروح على القائمة sitting القائمة الخاصة بالكورونا رندر وحروح على scene من داخل scene في عنا option اسم override material يعني المتيريال اللي حتغطي كل شيء اختار من قائمة نان امامها واختار من قائمة كورونا كورونا فيزيكا الماتيريال اختار قائمة material عشان احرر هذا الشيء ادراج اصحابها بهذه الطريقة عشان تكون instance يعني اي تعديل فيها يعدل على الاصل حرف زين الكيبورد عشان تيجي اي full screen نقلق عليها عند القدرة ان اعدل اللون بالشكل اللي بدي اياه تمام لان نعمل test render ونشوف شو اللي صار بالضبط لما نعمل test render سلاحظ ان كل شيء صار باللون واحد الاضاءة طبعا مختلفة لكن كل المشهد اللي عندي باللون واحد اللي فكرت اعدل اللون هيكون تباعا بنفس اللحظة هيظهر عندي التعديل مباشرة اي لون حضيفه في المنطقة هون بصير master لكل شيء داخل مشهدك بشكل او باخر لانه فاتحة كثير وفي عندي exposure عالي فظاهر انه اعطاني احتراق عالي الا انا هاي المشهد كامل اوكي انا مدي البد لواحد يكون بلون مختلف الامر سهل وبسيط وحاختار البد انا عامله كبلوك ومسميه بد في المنطقة اللي هون الآن في قائمة exclude اللي هي الاستثناء من هاي الصفة اللي هي انه يلون كل شيء بدي استثثن منها objects فممكن اختار الابجيكت وكبس على البلس مباشرة اللي هون بهذه الطريقة انه يكبس على البد واضغط على البلس اذا انت مستعجل لاحظ انه سيضيف لك ايهم كاملين بنفس الطريقة ممكن تختارهم الطريقة الثانية اللي هي اني اختار بس البد لواحده تختار بس البد وتضغط على السهم اللي هون فهي منطقة الاستثناء تم استثناءها الآن ما نجعل انتراكتيف رندر سنلاحظ انه اعطانيها بلونها الاصلي وباقي المشهد اعطانيها بلون اللي انت حددته في الماتيريال اللي انت حددته في الماتيريال ولاحظ لو اخذنا الماتيريال الآن بنفس اللحظة ممكن اعدل وعطيها لون مختلف نختار لون مميز عشان نلاحظ الفرق خلي بهالدرجة من الازرق لاحظ كل شيء اعطانيها بصورة مختلفة عن الابجيكت الاصلي وهيك انا عملته عزل او ايزوليشن بحيث يظهر بشكل عباط ممتاز جدا في عملية عملية البرزنتيشن لاحظ انه في عندي هون بروز تم تغطيته ممكن اظهره عن طريق الابشن اللي عندي بحيث ان اعمل بريزير بريزير يعني ان احرر الابشن وحرر البمب وحرر الاباسيتي يعني تكون هاي الابشن ما لها علاقة بتغطية اللون تغطية اللون تكون بس بس في عملية الديفيوز الطبقة النهائية فممكن احرر كلهم واشوف النتيجة حلاحظ انه حتى الزجاج صار شفاف لانه الاباسيتي هي جزء الاباسيتي هي جزء من البرزير فخليته يعمل الاباسيتي عشان اشوف والرفلكشن والانعكاس وحتى الديس بليس منت كله ظهر معا فهي منطقة استثناء باقي مؤثرات الماتيريال الماتيريال الاصلية اللي هي اللون الديفيوز انا عمالي بأثر على الديفيوز اللي هو اول option عندناه فظهرت حتى مع الزجاج مع الاضاءة الداخلية مع كل تفاصيله اذا فيه بمب او ديس بليس منت حي يظهر عندي بهذا الشكل ممتاز هذا ما يتعلق في الكورونا نشوفه على الفيريه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة